أحسن الله إليكم يا شيخ هذا السائل حسان سوري ومقيم في المدينة النبوية يقول هل تجوز قراءة الفاتحة عند القبر؟ وهل يصل القرآن إلى الميد وزيارة القبور عقب صلاة العيد؟ ما حكمها مأجورين؟ لا تجوز قراءة القرآن عند القبور لا الفاتحة ولا غيرها لأن هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقراءة الفاتحة عند القبور بدعة لأنه لا دليل على ذلك قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورا وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحددات الأمور فإن كل محددة بدعة وكل بدعة غلالة فالقراءة عند القبور من هذا القبيل أنها محددة وليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة القبور مشروعة لا لأجل قراءة القرآن عندها وإنما لأجل الاتعاب والاعتبار بأحوال الموت قال صلى الله عليه وسلم زرور القبور فإنها تذكر بالآخرة وكذلك من أغراضها الدعاء للميت والاستغفار له فإنها لا ينفع الميت وأما أن تزار القبور لأجل التبرخ بها أو طلب الحوائج من الأموات أو لاستغاثة الأموات فهذا شرك أكبر يخرج من الملة وهذه زيارة تحرمة شكرا شكرا